انطلقت أعمال الحملة القومية لتطعيم ضد مرة شلل الأطفال بمحافظة البحر الأحمر حيث بدأت الفرق الطبية تابعة لمدرية الشؤون الصحية تنفيذ الحملة التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وأكدت المدرية أن الفرق ثابتة للحملة القومية للتطعيم ضد مرة شلل الأطفال منتشر بمدن محافظة البحر الأحمر والإدارة الصحية بها والتي تضم 36 فرقة ثابتة بمدينة الغردقة تهدف الحملة إلى تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس أعوان مصريين وغير مصريين عن طريق فرق تطعيم متحركة إضافة إلى فرق تطعيم ثابتة